التقى الفريق اول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مقاتل القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بمختلف الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والافرع الرئيسية وقيادات وهيئات وادارات القوات المسلحة عبر شبكة الفيديو كونفرنس بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على ارواح شهداء الواجب من ابطال القوات المسلحة والشرطة الذين اثروا الوطن على انفسهم وقدموا ارواحهم دفاعا عن امنه واستقراره ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم في الحفاظ على الامانة المقدسة التي كلفهم الشعب بها لحماية الوطن والدفاع عن امن وسلامة اراضيه ووجه القائد العام التهنئة للشعب المصري مسلمين واقباط بمناسبة قرب حلول اعياد القيامة وذكرى الاسراء والمعراج وكذلك الذكرى السادسة والثلاثين لاعياد تحرير سيناء ووجه القائد العام التحية والتقدير لكل رجال القوات المسلحة والشرطة على النجاح في تأمين الانتخابات الرئاسية من خلال الاعداد والتدريب الجيد للقوات والتفاهم الدقيق لمهامهم في تأمين وحماية ارادة المصريين خلال الانتخابات الرئاسية بجميع انحاء الجمهورية وبالاصالة عن كل مقاتل القوات المسلحة وجه القائد العام التهنئة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة الغالية التي اولاها له الشعب المصري العظيم باعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية ثانية مشيرا الى ان القوات المسلحة تجدد العهد امام الله على الوقوف خلف القيادة السياسية للنهوض بالوطن في شتى المجالات كما وجه الشكر والتقدير لرجال هيئة القضاء الذين شاركوا بالاشراف على الانتخابات بكل نزاهات وشفافية واكد القائد العام ان مصر تخوض معركة متصلة ضد قوى التطرف والارهاب التي تسعى الى عرقلة مسيرة الشعب المصري وما حققه طوال الفترة الماضية من انجازات ملموسة في مجالة البناء والتنمية وادار الفريق اول صدق صبحي حوارا مع رجال القوات المسلحة استمع فيه لاراءهم واستفساراتهم وطالبهم ان يكونوا قدوة للمجتمع المصري دائما في الاخلاص والتفاني في العمل والانضباط والتضحية من اجل مصر فعقيدة القتال من اجل مصر ليست فقط في الميدان وانما تمتد الى كل مهنة على ارض الوطن الذي ينتظر الكثير من شعبنا المصري الابي حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة اشتركوا في القناة